على لسان قانوني وآخر ينطق به نشطون مختصون بوثائق يؤكدون أن عصابات المخدرات تغذيها جهات سياسية متنفذة وأحزاب خارجة عن صيغة القانون وهي بقناع آخر ما تسمى بميليشية سلاح المخدرات لتحقيق نفوذ المصالح الرئيئية لها تلك حرب طاحنة خاضتها أو حاولت الدولة خوضها لكن لم تشفع لها الأياد الممتدة في بطون مفاصل الدولة ونتيجتها اليوم مفزعة عند الكشف عن معلومات بلغة أرقام تفوق الملايين من المواد المخدرة بحوزة ألف المتجرين والمطاعطين والمروجين لها سلاح المخدرات التي تحركه جهاد خارجية كذلك قد تذهب إلى بعد سياسي لتحقيق المصالح بضربة تصحق مستقبل الشباب الفئة المستهدفة التي أصبحت مدمرة وهم ذاتهم أبطال تجارة المخدرات المهزومين في خوض معركتها أمريكا بتقاريرها الموثقة دوما دخلت خط كشف المعلومات عن أسباب انتشار المخدرات في البلاد بحقائق صادمة تقول إن عائلة بأكملها الأب والأم والأبناء يغرقون في لغة الإدمان على المواد المخدرة سيما مادة الميثي كريستال وتلك المادة التي أغرقت عديد الأسر والشباب تقول واشنطن بوست في تقريرها الجديد عن الآفة في العراق إن مصدرها ومغذيها إيران وأفغانستان في البصرة تشتعل المواجهة مع إصابات المخدرات نظرا لقربها من المنافذ الحدودية التي تخوض أجهزة مكافحة المخدرات فيها حربا نوعية تكشف حاجتها للكدر الأمني والتمويل المستمر لما تواجهه من أرقام مهولة وأشباح تهريب المخدرات من المنافذ الحدودية أما أسباب سهولة دخول المخدرات إلى العراق فتعود بحسب التقرير الأمريكي إلى حالة فراغ رقبي عززه الفساد المتراكم منذ نحو عشرين عاما أو قل إنه فساد حكومات متعاقبة وتجذر نفوذ أصبح سمة من سمات النظام الحاكم منذ زمن ولا تتوفر أرقام دقيقة عن معدلات الإدمان لكن منظمات رجحت أن منسبته 40% من شباب العراق يطعطون المخدرات وهذا رقم خطير جدا يعود بسبب رئيسي لضخامته وهو انتشار الفقر والبطالة وقلة فرص العمل إضافة إلى ما يحققه من نتائج كارثية في مستقبل الجيل العراقي الصاعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر